احنا حقينا لجنة ثلاثية صح؟ مظبوط نروح بقى للشكل او الحاجة اللي احنا النهاردة لا بنوجه الانتقاد للجنة الثلاثية فيها اول حاجة امبارح كان فيه تعيين الجهاز الفني للمنتخب الولمبي او اعادة الكابتن شاوي غريب لو هنصغها مظبوط اعادة الكابتن شاوي غريب للمنتخب الولمبي شفنا امبارح اتحاد الكرة او اللجنة الثلاثية اعلنت عن تعيين الكابتن شاوي غريب كابتن معتم الجمال مدرب عامي كابتن وارياض كابتن طارق سليمان الكابتن كمان عبدالواحد للمنتخب الأولمبي وفي ضمن البيان اتقال بتوصية من فنجادا يعني النهاردة فنجادا المدير الفني للتحدي المصري هو اللي أمر ان الجهاز الفني يكون متواجد السؤال هنا فين الكابتن أسامة عبدالكريم كابتن أسامة عبدالكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي السابق النهاردة موجود الكابتن طارق سليمان كابتن طارق سليمان راجل تاريخ كبير في حراسة المرمى اشتغل في النادي الأهلي وتاريخ كبير جدا وليه صوالات وجوالات في حراسة المرمى لكن النهاردة لما انت حضرتك بتعين الجهاز كاملا بتوصية من فنجادا وده بس عشان أقول لحضراتكم ان التوصية هو البيان يصيغ بالشكل ده لكن التوصية ولا فيه فنجادا ولا فيه كلام ده خالص فين النهاردة الكابتن أسامة عبد الكريم كابتن أسامة عبد الكريم اللي ابتدى مشواره مع المنتخب الأولمبي وكان موجود أيضا في حراسة المرمى النهاردة في كأس الأمم اللي كانت موجودة في مصر 97 اللي كان حراسة المرمى فيها سبب رئيسي ان احنا نفوز بالبطولة حارس مرمى منتخب مصر كمحمد صبحي اللي كان بنمرانه كابتن أسامة عبد الكريم اللي اخذ افضل حارس في البطولة وكان سبب من ضمن الاسباب المهمة ان احنا نفوز بالبطولة ليه ما تمش تعيينه في الجهاز الفني الحالي دي نقطة النقطة التانية كابتون السلام عبد الكريم ايضا كان مدرب محمد الشناوي في اولمبياد توكيو محمد الشناوي تم اختياره بعد الولمبياد من ضمن التشكيلة المثالية للانبياد محمد الشناوي اه كانت الفترة قصيرة اللي اشتغل فيها مع كابتون السلام عبد الكريم لكن تحسب ليه النهاردة الاستعداد النفسي وتحضير الحارس معنويا ونفسيا كمان عرفت من ضمن الكواليس كل المباراة تلعبها منتخب مصر امام اسبانيا وامام استراليا وامام الارجنتين وامام برازيل كان دايما فيه شغل تخصصي مع محمد الشناوي من قبل كان بيحضر له كل الداة المطلوبة عن المهاجمين اللي كانوا بيلعبوا في فرق دي فالنهاردة الراجل اشتغل والرجل اجاد صمر التعب وصمر تشغله شفناها في محمد صبحي افضل حارس مرمى في كاسة الوام 97 في مصر وشفناها في محمد الشناوي من ضمن التشكيلة الرئاسية في اولمبياد توكيو فالنهاردة علامات استفهام ولغز كبير في عدم تعيين الكابتون السلام عبد الكريم لكم حرية الاختيار تعيين الكابتون شاوي او اي مدرب اخر لكن عدم تعيين كابتون السلام عبد الكريم ده اللغز كبير الحاجة التانية الحاجة التانية والحاجة المهمة اتقال الفترة اللي فاتت ان هيكون فيه انتخابات على الابواب في الاتحاد المصري لكرة القدم بعد شهر او بعد شهرين طب مش من كم من الاولى النهاردة ان انا استنى الجامعية العمومية لما تأتي بمجلس ادارة للاتحاد المصري منتخب وهم يعينوا الاجهزة الفنية المتخب الولمبي منتخب 2006 و2003 علشان حتى المجلس اللي جاي يقدر يحاسب الاجهزة الفنية مش كان ده من الاولى مش ده من الاولى اذا ما احنا سمعنا اذا بقول لحضاراتكم من شهر او شهرين ان الانتخابات على الابواب القادمة بالتعيين ده انا بقول لحضاراتكم مفيش انتخابات والناس اللي موجودة موجودة برضو من ضمن الاختيارات تعيين كابتن محمد واهبة لمنتخب 2006 كابتن محمد واهبة بالمناسبة بديلا لكابتن محمد سليمان في منتخب الناشئين والرفاعي رئيس اللجنة الترخيص الاندية اللي همنا في الامر طبعا الكابتن محمد واهبة ده اللي بيخص برنامجنا هنا برنامج الاشبال كابتن محمد واهبة من المدربين المميزين جدا كابتن محمد واهبة لباع كبير جدا في قطاعات الناشئين اشتغل في النادي الاهلي ما يقرب من خمس او ست سنوات مع الخبير الهولندي كورفر في النادي الاهلي اشتغل فترة كبيرة ايضا اشتغل مع كورفر في فترة في الامارات اشتغل في الدورة الممتاز في الاسماعيلي اشتغل في عمان فكابت محمد وهبة سيفي محترم ليباع كبير ايضا في قطاعات الناشئين وفي الفرق الاولى فاختيار موافق نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق ايضا نتمنى لكل الناس اللي تم اختياره من قبل لجنة السلاسية كل التوفيق ونحن نخلي بالك احنا مش ضد اي حد بالعكس انا لما كفتحت موضوع كابتن سلام عبد الكريم راجل زمالكاوي وكابتن طريق السليمان اهلاوي ده مدرب كبير وده مدرب كبير بس دايما هنا بنقول كلمة الحق